لمناقشة آخر التطورات بشأن معركة الموصل ينضم إلينا مباشرة من أربيل المحلل الأمني هشام الهاشمي دكتور هشام أهلا بك معنا القيارة عادت إلى العراق ماذا يعني ذلك من الناحية العسكرية؟ حقيقة يعني الكثير يعني أنه مركز ولاية دجلة لتنظيم داعش قد أصبح محرم بأيدي القوات العراقية آخر ما كانت تستثمر فيه من حقول النفط وآبارها فقدته كانت تدر هذه الحقول والآبار قرابة 2.2 مليون دولار شهريا أيضا فقدت ما يعرف بقوة الكتاب الخاصة التي تركتها لتدافع عن خط الدفاع الأول في معركة الموصل كانت هناك كتيبة طارق بالزياد وبعض الكتاب الخاصة فيما تسميه داعش بجيش الخلافة أيضا خسرت هذا الإقبال وهذا النبوذج النظيف من عمليات التحرير الإصابات الغير مفصودة سواء كانت بسلاح الجو أو بالمدفعية أو حتى في عملية الاقتحام لا تكاد تكون ملموسة أيضا صنعت القوات المشتركة نموذجا في التدقيق الأمني الذي كان أكثر ما يرعب سكان أهل الموصل وصلت رسالة اليوم دقيقة جدا بأهل الموصل أن التدقيق الأمني ليس بتلك البشاعة التي تخافون منها سوف تبقون في بيوتكم ومن خلال ذلك يبدأ التدقيق بالتعاون مع الأهالي الكبير أكثر من 54 داعشي لم يكن في قاعدة بيانات القوات المشتركة والاستخبارات العراقية لكن من بلغ عليه هم الأهالي هذا التماسك وهذا التداخل هذا أكثر ما خسرته داعش في أهم بؤرة كان من المقترض أن تكون هي بؤرة صعبة وفيها معركة شديدة لكن بالتالي هذا النموذج الذي صنع في القيارة سوف يؤسس إلى ما بعده طيب دكتور أشرت إلى تعبير التحرير النظيف خلينا نركز شوي بما جرى فعليا خلال تحرير هذه المدينة وما سيعطي انطباع آخر ربما لأهالي الموصل الذين ينتظرون التحرير ودخول القوات أو يتوجسون من دخولهم أيضا ما الذي حصل فعلا كيف تم مثلا الدخول إلى البيوت إحصاء الموجودين كيف تم تمييز بين المدنيين وغيرهم الذين ربما رموا أو خلعوا لباس الحرب حقيقة ممكن أن نقول عشرة آلاف عائلة ما يقارب خمسين ألف مواطن هم كانوا تحت سلطة كراهية داعش في هذه المنطقة كان هذا عدد كبير قديما كانت تستعمل القوات المشتركة المحررة أسلوب للتدقيق الأمني بفصل الرجال أو الشباب من أعمارهم 11 سنة إلى 60 سنة عن النساء والأطفال ثم تقوم بحجزهم في بعض أماكن الاحتجاز لتدقيق الأمني ثم إخراجهم هذه المرة كل شارع أو كل زقاق بحسبه والعيون والمصادر الإرشادية هي كانت من الأهالي الذين تعاونوا في إنهاء أحياء كبيرة مثل حي الشهداء تدقيقه الأمني لم يأخذ سوى 48 ساعة بسبب هذا الجهد من المتعاونين من الأهالي نعم ربما يمر هنا أو هناك شخص أو شخصين من الدواعش لكن هذا التعاون الكبير خاصة من العشاير الجبور في المنطقة أظهر رغبة الأهالي في ربهم داعش والدعشنة بكل أشكالها أيضا لا توجد هناك بنا تحتية مدمرة 100% حتى مصفات القيارة رغم أنه داعش حاول أن يفخصها لكن فشل بعض الآبار الهرمة التي لا أنتاج فيها مهم قام داعش بمزح الكثير من الشوائب النفطية وضغطها في الشوارع قبل أن يخرب نعرف كم يؤثر الوضع السياسي على المهمات العسكرية على الأرض الآن الجدل حول مشاركة الحجد الشعبي من عدمها في معركة تحرير الموصل كيف يؤثر فعليا على الأرض؟ حقيقة بالقطاب مع أهالي الموصل خلال التواصل معهم وهم في الداخل علمنا أنهم لا مانع لهم بأي قوة تقوم بتحريرهم بشرط هناك ضمانة أن القوة المحررة تخرج من الموصل وتسلم الموصل لأهلها من الشرطة المحليين أو القوات النظامية وبالتالي كل ما يحتاجه أهل الموصل هو وعد من واشنطن أنها تكون هي طرفا ثالثا بين القوات المحررة وأهالي الموصل أن القوات المحررة من غير أهالي الموصل سوف تخرج حال إنجاز هذه المهمة كما حدث في منبج في منبج كانت واشنطن هي الطرف الثالث بين الأهالي وبين القوات الكردية والعربية من خارج منبج حينما قامت بالتحرير كانت واشنطن أعطت عهدا لوعدا للأهالي فانسحبت هذا الوعد يكفي من واشنطن لأنها قوة ملزمة لكل الأطراف سواء كانت متناقبة سياسيا أو متسجمة سياسيا أشكرك شكرا جزيلا كنت معي من أربيل المحلل الأمني هشام الحاشمي